بند واحد خمسة القيمة المطلقة القيمة المطلقة لعدد حقيقي هي المسافة بين هذا العدد والصفر والمسافة دائما موجبة مثال اوجد كلا من الف مطلق اثنين ناقص باي اذا مطلق اثنين ناقص باي كنا باي نعرف هاللي هي باي تقريبا تساوي ثلاثة واربعة عشر من مئة اذا راح نقول مطلق اثنين ناقص ثلاثة واربعة عشر من مئة اذا تساوي اثنين ناقص ثلاثة واربعة عشر من مئة اذا تطلع عندي مطلق سالب واحد فاصلة اربعة عشر تقريبا تقريبا من مئة اذا قلنا المطلق هي دائما قيمة موجبة اذا راح تساوي تقريبا واحد واربعة عشر من مئة موجبة السؤال الثاني با مطلق جذر 16 ناقص 9 تنقلنا جذر مطلق جذر 16 ناقص 9 يساوي 7 إذن جذر السبعة جذر السبعة نستخرج باستخدام الآلة هو تقريبا راح يطلع 2 وشوية إذن جذر السبعة طلع لي 2.645 تقريبا راح نقول نقربة لأقرب عدد عشري إذن 2.645 راح تطلع 65 وإذن يساوي تقريبا 2.65 إذن المطلق دائما موجب راح تطلع لي آخر شي قيمة موجبة 2.65 خواص القيمة المطلقة من خواص القيمة المطلقة لكل سين وصاد تنتمي إلى حا أعداد حقيقية فإنه إذا كان عندي عددين مضروحين في بعض مطلق عددين مضروحين في بعض يساوي مطلق العدد الأول مضروح في مطلق العدد الثاني إذا كان عندي عددين مخصومين على بعض مطلق سين تقسيم صاد يساوي مطلق سين تقسيم مطلق صاد إذا كان عندي عددين مطروحين من بعض يعني مطلق سين ناقص ساد يعني ممكن أن أبدل بين العددين هذولي فأقول ساد ناقص سين إذا ممكن أبدل بين العددين داخل المطلق في حالة الطرح رح يكون إبدالي داخل المطلق فقط أوجدي كل من أول عدد ألف عندي سالب واحد وثلاثين وواحد وعشرين من مئة إذا يساوي قيمة المطلقة هي قيمة موجبة فرح يطلع لي العدد موجب لواحد وثلاثين 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 جيم مطلق باي ناقص أربعة قلنا الباي هي تقريبا ثلاثة وأربعة عشر إذن راح نقول ثلاثة تقريبا تساوي مطلق ثلاثة وأربعة عشر ناقص الأربعة نقدر قلنا في الطرح نقدر نبدل تكون أسهل عندي للطرح فرح نأخذ العدد الكبير أولا إذن أربعة ناقص ثلاثة وأربعة عشر إذن راح يساوي أربعة ناقص ثلاثة أربعة عشر يعطيني ستة وثمانين من مئة مطلق ستة وثمانين من مئة يعطيني ستة وثمانين من مئة موجب يمكننا إيجاد قيمة تعبير جبري بذلالة سين بالتعويل أي أوجدي قيمة اثنين سين مطلق اثنين سين ممكننا إيجاد قيمة تعبير جبري بدلالة سين بتعويب قيمة سين إذن أول شي راح نقول مطلق اثنين سين ناقص ستة راح نستبدل سين قيمتها تساوي أربعة إذن نشيل السين ونعوض قيمتها اثنين ضرب أربعة ناقص ستة إذن مطلق اثنين ضرب أربعة يعني مطلق ثمانية ناقص ستة فلعطيني مطلق ثمانية موجب ثمانية ناقص ستة يساوي الناتج اثنين مثال آخر أوجدي قيمة مطلق سين زائد اثنين إذا كانت سين تساوي سالب ثلاثة إذن عندي مطلق سين زائد اثنين زائد مطلق السالب سبعة راح نعوض عن سين بقيمتها اللي هي سالب ثلاثة فإذن سالب ثلاثة زائد اثنين المطلق زائد مطلق سالب سبعة إذن سالب ثلاثة زائد اثنين يعني سالب واحد زائد سالب سبعة مطلق يساوي مطلق السالب 1 موجب 1 مطلق السبع يساوي موجب 7 إذن 1 زائد 7 يساوي 8